مرحبا وأهلا فيكم بفيديو جديد بقناتي بدي أسألكم سؤال كم حدا يترى بيكره أنه يشوف G.H هالحرفين بقلب كلمة هو وعم يقرأ كتير مننا لأنه منحتار هل أنا رح ألفظه F هل رح ألفظه silent هل رح ألفظه I فهذا الشي بيختلف أكيد من حالي لحالي درسي لليوم رح يكون نتعلم كيف منلفظ G.H بقلب كلمة رح نتعلم فيه كل القواعد يلي منستخدمه وأكيد بعض الاستثناءات بس قبل ما نبلش الفيديو إذا كنتوا بعد ما نكن مشتركين بقناتي ما تنسوا تشتركوا هلأ أو تضغطوا على الجرس حتى يوسلكوا كل فيديو جديد عم نزله وما تنسوا كمان تضلوا دايماً updated على السلسلة الجديدة يلي أطلقتها اللي هي Start Your English Learning Journey وهلأ Let's Start أول شي رح ناخد فكرة عامة عن كيف أنا ألفظ الجي ايج عادةً لفظ الجي ايج بقلب كلمة بيعتمد على شو فيه أحرف قبله مثل IGH أو AUGH أو OUGH هلأ أنا رح أحكي عن كل وحدة بالتفصيل وشو هي الاستثناءات طبعاً بس المهم نعرف إنه لحتى ألفظ الجي ايج بدي أعرف شو فيه أحرف قبله وحسب هاد الحرف أنا بلفظه رح نبلش مع أول وحدة اللي هي IGH IGH عادةً بالفظة I يعني للجي ايج هون بتكون silent ما بالفظة فبلفظ I مثل ساي فإذا بساي عندي IGH للجي ايج ما لفظته التأس من بعدها I ساي نفس الشي بينطبع على ثاي هاي هايت لايت فايت فلايت نايت رايت تايت دي لايت مايت ونسو عن تاني الشي رح نروح على ال-A-U-G-H كيف بنلفز ال-A-U-G-H ال-A-U-G-H بالفظة ك-O فإذا ال-G-H بتكون silent A-U بالفظة O فبتصير كلاياتها بعضها O مثل daughter فإذا أنا اختصرت ال-A-U-G-H كلاياتها ب-O daughter tote coat throat cloth notier وأكيد هاي القاعدة في إلى exception يلي هو باللف أو lover أو draft بهاي الكلمات بتلاحزوا أنه أنا عم ألفز مش عم ألفزها O عم ألفزها F فإذا ال-A-U-G-H هوني is pronounced as F love بس هاي الاستثناءات بتكون بسيطة إذا بتعرفوا استثناء تاني لهاي القاعدة ما تنسوا تكتبوا ليها بالكومنت حتى نتشارك أفكارنا مع بعض وهلا عندي آخر شيء O-U-G-H هاي القاعدة تركت آخر شيء لأنه إياه كتير pronunciations أو كتير ألفاز فال-O-U-G-H عندها six sounds أول شيء بالفظة O مثل through فإذا O-U-G-H عطيتها صوت O through through تاني شيء بالفظة أو مثل bow bow كمان بالفظة O-U-G-H O مثل borrow thorough فإذا O رابع شيء بالفظة O-U-G-H off مثل trough tough cuff enough وبالفظة O-U-G-H كمان O مثل although do وأخيراً بلفظ O-U-G-H مثل ما بلفظ O بكلمة or فإذا thought O thought brought bought sought وهدول كانوا كل القواعد يلي خاصن بال-G-H sounds فإذا أول شيء إذا I-G-H بلفظة بس I إذا A-U-G-H بلفظة O إذا O-U-G-H في عندي ست حالات حسب كل حالة وكل كلمات بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ما تنسوا إنه دايماً إذا كنتوا ضايعين كيف منلفظ كلمة معينة مو غلط إنكم تتعلموها أحسن ما تضلوا عم تلفزوها غلط كمان إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي like وتشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم ومع كل شخص ممكن يكون عم يعاني من هالمشكلة وهلا أبدأ لكم ومن ثم ترجمة نانسي قنقر موسيقى